طلاب العزاء عندنا تمرينات إنه وأخواتها صفحة 31 طلاب صف السادس تمرينا الأول يقول استخرج إنه وأخواتها من الجمل التالية ثم بيين اسم كل منها وخبره وعرابه وعرابهما عندنا جمل أربع جمل قسمنا هذا التقسيم إنه وأخواتها اسمها عرابها بعدين خبرها وعرابها نجي على أول جملة إن التوفير مفيد إنه وضعناها في جدول إنه وأخواتها اسم إنه التوفير هو اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره هذا هو عراب اسم إنه مفيد هو الخبر نقول خبرها مرفوع بالضم الظاهرة على آخره يعني خبر إنه ثانيا عندنا جملة ليت الصديقين مخلصاني من أخوات إنه وأخواتها هي ليتة اسمها الصديقين الصديقين هي اسمها منصوب بالياء لأنه مثنى منصوب بماذا بالياء ليش لأنه مثنى مخلصان هو الخبر خبرها مرفوع بالألف لأنه مثنى نجي على ثالثا كأن المعلمات أمها تنديشبه فاسم كأنه هو المعلماتي شون نعربها؟ اسمها منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم خبرها ما هو خبرها؟ أمها تنخبرها مرفوع بالضم الظاهرة على آخره نجي على الجملة الرابعة لعل الصديقين كثيرون من أخوات إنه وأخواتها لعل صديقين هو اسمها منصوب وعلامة نصبه الياء لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم كثيرون هي خبرها مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم التمرين الثاني يقول احذف إنه وأخواته يعني حاط إنه وأخواته بهاي الجملة نحن نحذف هذه إنه وأخواته من الجملة التالية وغير ما يلزم تغييره الجملة تقول لعل المسافرين قادمونه رح نرفع ونحذف لعل صير المسافرون قادمون يعني رجعناها لأصلها اللي هو المبتدى والخبر يعني شونت رح تنعرب المسافرون مبتدى مرفوع علامة رفعه الواو والنون أو الواو نقول بحده لأنه جمع مذكر سالم قادمون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم ثانيا ليت الغائبين الغائبين عائداني ليت الغائبين عائداني إذا أزلنا أو حذفنا ليت رح تصير الغائباني عائداني وعثنا ناتهم في حالة رفع لأنهم مثلنا مرفوع بالألف ثالثا عندنا إن التدخين مضر أزلنا وأحذفنا إنه رح تصير التدخين مضر رابعا إن أرضنا مصونة بجيشنا تصير إنه رفعنا عفوا حذفنا إنه صارت أرضنا مصونة بجيشنا نيجي على التمرين رقم ثلاثة أدخل الناسة بالعكس يريد أن ندخل إنه وأخواتها على الجملة التالية وغير ما يلزمها ستقولون ستشنا بهالدوخة لازم حبايبي إن نسوي لكم هيتش تمارين حتى يشوفون إنه وإنتوا في حالة إذا حذفنا إنه وأخواتها أو بالعكس وضعنا إنه وأخواتها الشور رح تقدرون تغيرون بالجملة زين الجملة الأولى تقول قراءة القرآن مفيدة زين إحنا نريد نأكد نقول نعرف إحنا إنه وأخواتها أكو إنه وأنه وإنه طبعا تجي دائما في بداية الجملة لكن أنه لازم تجي كلمة قبلها يلا أو كلمتين ثلاثة يعني ما تجي في بداية الجملة وعدنا لعله وعدنا ليته فلهذا إحنا نختار اللي تتناسب مع الجملة فإذن إن قراءة القرآن مفيدة شوفوا إنه جاءت قراءة هي اسم إنه منصوب عن نصب الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف القرآن مضاف إليه مجرور بالكسرة يعني هذا مو خبر إنه خبر إنه وين مفيدة خبر إنه مفيدة مرفوع خبرها مرفوع بالضم الظاهرة على آخره لأنه مفرد زين بجي على المؤمنون إخوة وضعنا إنه إن المؤمنين ليش المؤمنين بعد أن كانت المؤمنون لأن إحنا نعرف اسم إنه منصوب وبما إنه هو جمع مذكر سالم جمع المذكر سالم بماذا ينصب بليا والنون لأنه جمع مذكر سالم فإذن إن المؤمنين إخوة إخوة تبقى مثل ما هي مرفوعة المعلمون صانعوا الأجيال تصير إن المعلمين ليش المعلمين نفس الكلام ونفس السبب لأنه المعلمين قلنا جمع المذكر سالم وجمع المذكر سالم ينصب بليا صانعوا تبقى مثل ما هي الأجيالي تبقى مثل ما هي الطائرة محلقة في الجو أنا اختاريت علمت علمت ما نحط إنه نحط أنه شوفوا هنا الفتحة الهمزة على الألف لي فوق وليست لي إلى تحت علمت أن الطائرة هاي اسم إنه منصوب محلقة خبر إنه مرفوع في الجو قول الحق شجاعة أكدنا بإنه إن قول الحق شجاعة شوفوا قوله هي اسم إنه منصوب بالفتحة وهو مضاف الحق مضاف إليه شجاعة هي الخبر والخبر يكون مرفوع بالضمى الظاهر على آخره إذا كان مفرد نجعل الطالبات ملتزماتهم بالنظام ترجيت إنه لعله يفيد الترجي لعله الطالبات ملتزماتهم بالنظام ليش قلنا الطالبات المفروض الطالبات مو منصوب المفروض لا ما يصير لأنه جمع مؤنث سالم بماذا ينصب جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة بدلا من الفتحة ملتزماتهم خبر مرفوع بالضمى نجي على آخر جملة العاملاني مواضباني على عملهما هنانا جملة مثنى أكدنا إن العاملين صارت لأنه المثنى ينصب بليا تصارت العاملين مواضباني تبقى مثل ما هي في حالة رفع بالألف والنون لأنه المثنى على عملهما تبقى مثل ما هي التمرين الرابع يقول الرافداني عظيمان شي يريد منه يقول أكد الجملة بإنه واضبط الجملة بالشكل حطيت لكم سهم هنانا حتى تكفي المجال اللي أن عندي قليل إن الرافدين عظيماني ليش؟ لأنه الرافدين أبدى المثنى المثنى ينصب بليا ثانيا المخلصون كثيرون يقول ارجو ارجو هاي الجيم عليها ضم ارجو بلعل واضبط الجملة بالشكل يعني اترجى شو نقول لعل المخلصين حطينا الياء ليش؟ لأنه جمع المؤنث جمع العفو المذكر السالم ينصب بلياء فصارت المخلصين كثيرون تبقى مثل ما هي زيان ثالثا الربيع دائما تمني تمني يعني اختار شيء يعني تناسب مع التمني نختار شنو؟ حرف ليته ليته واضبطها بالشكل راح نختار ليته الربيعة دائما شوفوا هنانا الربيعة اسم ليته منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره دائما هي الخبر في حالة رفع مرفوع بالضم الظاهرة على آخره آخر وحدة الفصل الشتاء استدرك بلاكنة يعني شنو استدرك بلاكنة لأنه لكنة هي تفيد الاستدراك يعني لازم نحط جملة وبعدين نحط لكنة وبعدين نكمل الجملة إذن الجو دافئ شوفوا هنا مبتدأ خبر الجو مرفوع بالضم دافئ مرفوع بالضم يعني دافئ خبر مرفوع بالضم الجو مبتدأ مرفوع وهنانا خبر مرفوع وضعنا لكنة لأنه هذي شنو لكنة دائما تجي في منتصف الكلام لكنة الفصلة شتاء الجو دافئ لكنة الفصلة شتاء إذن هنا الفصلة هي اسم مرفوع بالضم نجي على التمرين الخامس اعرب ما يأتي المطر نازل لكنة الشمس طالعة هذا السؤال يجي مرة من المرات وزاري بالبكالورية المطر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعي الضم الظاهر على آخره لأن جاء اسم في بداية الجملة يعرب مبتدأ نازل خبر مرفوع وعلامة رفعي الضم الظاهر على آخره لكنة حرف مشبه بالفعل يدخل على الجملة الاسمية المبتدأ الخبر فينصب الأول اسم له ويرفع الثاني خبر له ماذا يفيد يفيد الاستدراك لازم هذا نكمل كل الإعراب الشمس اسم لكن ب منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره طالعت هي الخبر خبر لكنه مرفوع وعلامة رفعية الضم الظاهر رح نعرف إن الطالبات وتفوقات صححنا هذه بعد أن كانت يعني تعرفون نحن ده نمشي سريع إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد يفيد التوكيد يدخل على الجملة الاسمية فينصب الأول اسما له ويرفع الثاني خبرا له الطالبات اسم إن منصوب بالكسرة بدلا من الفتح لماذا لأنه جمع مؤنس سالم متفوقات خبر إن مرفوع على مترفع الضم الظاهرة على آخره نجي على الجملة الأخيرة ليت العاملين مجدون ليت هو حرف مشبه بالفعل يفيد التمني يدخل طبعا التمني نعرف إنه بعيد المنال أو بعيد الحصول مثل شون واحد يقول ليت الشباب يعودوا يوما زين احتمال يعود او احتمال ضعيف جدا أنه يعود مو احتمال أنه يعود ضعيف جدا أنه يعود واحتمال ما يعود زين يدخل اه على الجملة الاسمية المبتدأ والخبر فينصب الأول اسما له ويرفع الخبر أو يرفع الثاني خبرا له طبعا نفس الشي إذا تقولون يرفع الخبر خبرا له أو يرفع الثاني خبرا له نفس الشكل يعني نفس المعنى نجي العاملين اسم ليتا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم منصوب بماذا بالياء نجي مجدونة خبر ليتا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم الجملة الأخيرة إن حماية الطفل حق من حقوقه إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد يدخل على الجملة الإسمية اللي هي المبتدأ والخبر فينصب الأول اسم له ويرفع الثاني خبرا له حماية اسم إن منصوب شوفوا الفتحة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نقول وهو مضاف ليش حماية الطفل تذكرون موضوعنا المعرف بالإضافة إذن إذا هذا هو مضاف إذن اللي بعده اللي هو الطفل إذن ماذا يعرب يعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره من حرف جر وأفوا حق هو خبر إن خبر إن ماذا مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره زين من حرف جر حقوقي هي اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة